فهذا الشريط غنتعرفو على الاتام لتي قدمنا الـ Powerpoint 2013 فمثلا نفديتو إنشاء إني بريزنتاشن من الأول وحتاجو تستعمال الاتام بالنسبة لبريزنتاشن ديالكم إدان باش تستفدو من هاد الميزة كتنتاقلو لانجلي كرياشن وهنا عدنا القائمة ديال الاتام إلا ضغطنا هنا يا كيدهرو عدنا جميع الاتام مالي نتاقلو بلا صغير ما بين هاد الاقتراحات فكاللاحظو نتيجة تطبيق كل تام وهكدا يمكن لكم تختارو الاتام لكي ناسمكم إدان غنختارو هاد على سبيل المثال لكن لا ضغطنا هناي على Variant فيمكن لي اختيار اللون اللي بغيت من بين هاد الألوان مقترحة يمكن لي ايدان تاقل بوليس ونختار البوليس للناس ديالي ايدان يمكننا نختارو ما بين هاد الازفة اللي يمكننا نستعملو في حالة تكردنا تصاميم وأشكال خاصة يمكننا ايدان تحديد أغير بلون تلاقن هاد القائمة إدان غنختار هاد اللون إدان جميع هاد الديابوزيتيف تبق عليهم الاختيار ديالي لكن في حالة تبغيت نقوم بتشخيص الديابوزيتيف واحدة فيمكن لي القيام بذلك بساطة كنختار الديابوزيتيف اللي بغينا وكنرجع هاد الاتام نختار اللي كي ناسبني ونضغط على الزر لي من فلاصوري ونبعد كنختار Applicé وديابوزيتيف سيلكشيوني إدان يمكن يدائما نختار الاتام اللي كي نسبوني ونطبقهم على الديابوزيتيف نتلاقن من اللونجلي كرياشون نضغطو هنا ونختارو تام اللي بغينا في حالة تبغيت نختار تام موحد فكنختاروه ثم كنجول هاد الديابوزيتيف اللي مختلفة وكنختارو لها النفس الاتام بالضغط إليه اشتركوا في القناة